طبعاً مع بدايات النزول لشيرة حاجة رمضان بنلاقي إن في زيادات في أسعار بعض السلع خاصة يعني المتعلق منها من شهر رمضان ولكن حتى في بعض السلع التانية في تحريك لأسعارها بعض التجار ويمكن مبارح كنا بنتكلم على هذا الأمر يعني مع المسؤولين في وزارة التموين والتجارة الداخلية وإن ما فيش يعني أي مبرر للتجار أو بعض التجار عشان ما ينفعش أبداً إن إحنا نعمم إنه هم يرفعوا بعض أسعار السلع خصوصاً إن لو ما فيش داعي لهذا الأمر الحرب ممكن يعني بنسمع كلمة الشمع أصل الحرب أصل اللي حصل أصل الاستيراد ولكن برضو نازم نكون حطين في اعتبارنا إن الأزمة دي بقالها فترة عشان برضو قبل مسألة الحرب الأوكرانية بسبب ارتفاع أسعار الشحن أساساً وموجة التضخم اللي حصلة في العالم وفي بعض المشكلات في موجة التضخم دي وزيادة في أسعار السلع الغذائية دي على مستوى العالم كله ومش بس الحقيقة في مصر ولكن في دول تانية ولكن بيختلف طبعاً يعني الشعور بمسألة زيادة الأسعار مش من شعب للتانية ممكن من أسرة للتانية ممكن أسرة يعني مايفرقش معاها لكن أسرة تانية ممكن يسمع فيها زيادة السعارة للتانية